اشتركوا في القناة كيف بدي حافظ على الصلاة وحولي أغلب الناس بيتحكوا من هالموضوع كيف بدي حافظ على طولة البال وحولي مع حدا بيطيق حدا كيف بدي حاول ضحي والمجتمع صار معمول من الناس بتضحي ببعضها كرمال مصلحتها كيف بدي عيش إذا ما كنت مثل الناس أصلا بأول الكنيسة هيدا كان السؤال الكبير لبطرس اللي وقف يخبرهم عن يسوع المسيح وإنه شو حلو نتبعه أول سؤال طرحوا عليه الناس من بعد بحترق قلبهم بالفرح والإيمان شو بدي نعمل؟ كيف لازم نتصرف في هالمجتمع؟ بدنا نتقدس بدنا نوصل للرب بدنا تكون طريقنا مش ورصة وبالسماء بس كيف بدنا نعمل مع الناس؟ جواب بطرس كان كتير بسيط جواب عام بدون تفاصيل تعمدوا وعيشوا بسلام مع كل الناس يعني نطلقوا بالمسيرة الجديدة مع الرب وشوي شوي بتصيروا تخترعوا طرق للتفاهم مع الكل مثل ما بيلهمكن الروح الأدوس إذا كنا مختلفين بالقراء والأفكار يعني مش ضروري أنه أو نضوب ببعضنا أو نعمل حرب بقوة الله نحنا قادرين نحافظ ع إيماننا وعى القيام المسيحية وبكل احترام للناس بنسبة على موقفنا بدون استفزازها بحوار الحياة المسالمة والحلوة بالمحبة بالبساطة نربح بعضنا أكيد بدنا نكون من الناس بس مش ضروري نعمل الغلط اللي بيعملوا الناس أكيد هيك الله يكون معكم